اشهد معالي السيد علي بن صالح الصالح وعكسته مضامن الكلمة السيامية من دعم جلالة الملك المفدى لمزيد من التفاهم وتقارب الرأي للتوافق حول كيفية احتواء التحديات القائمة والتي تلقي بظلالها على جهود التنمية المستدامة والشاملة منوها بما اشار اليه جلالته من امتلاك البحرين لتجربة واقعية في التسامح والتعددية والتعايش السلمي بين الاديان كما اكد معالي رئيس مجلس الشورى على ما ذهب اليه جلالته من ضرورة تقوية اوجه التحالف للقضاء على الارهاب وعدم التهاون مع ما يرعاه والعمل على رفع مستويات التعاون والتنسيق الجماعي وسيادة الاحترام المتبادل والتوازن في العلاقات الدولية والمصالح الاستراتيجية والذي هو مطلب ملح لتحقيق الامن والاستقرار والتنمية على مستوى العالم واعرض معالي رئيس مجلس الشورى عن كامل الدعم والتأييد لموقف مملكة البحرين الذي اكده جلالة الملك المفدى في كلمته السامية بشأن اهمية الوصول الى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وانوها معالي رئيس مجلس الشورى بما اشار اليه جلالته من اهمية التصدي للارهاب الايراني الذي يهدد امن واستقرار المنطقة مبينا ان تصاعد السلوك العدواني لهذا النظام يهدد الامن والاستقرار في المنطقة والعالم اشتركوا في القناة